الحقيقة أنشأنا مركز هنا في العاصمة الإدارية الجديدة مركز محطب به مجموعة ضخمة من المعامل على أعلى مستوى نتحها للشركات التي نستضفها في هذا المركز لكي ندعم الشركات المصرية والعالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها في مجال البرامج المدمجة والتصميم الإلكتروني هذا المركز الآن يضم 24 شركة متخصصة منها 9 شركات عالمية الحقيقة أنه الدمج والمزج ما بين الشركات العالمية والشركات المحلية ليس مصادفة وإنما المقصود به هو تبادل الخبرات أن تطلع الشركات المحلية على خبرات الشركات العالمية والتكنولوجيات التي تبتكرها وفي نفس الوقت الشركات العالمية ترى بشكل عملي يومي القدرات والخبرات الموجودة في شركاتنا المحلية وبالتالي يتوفق التعاون فيما بين الشريحتين كذلك الحراك في مجال التصميم والتصنيع الإلكتروني لم يقتصر فقط على التصميم وإنما أيضا على التصنيع في خلال العام 2022 و2023 اكتذبنا أربع شركات عالمية لتصنيع أجهزة المحمول في مصر شركات الأمام حضراتكم وأقول تصنيع وليس تجميع وهذه النقطة في ممتاع الأهمية لأنه يمكن في سنوات طويلة لعقود اعتدنا على تجميع لا تزيد قيمته المضافة في مصر عن 10-15% نحن هنا بنتكلم على نسبة قيمة مضافة محلية لا تقل عن 40% وهذا كان الشرط لتوقيع تعاقدات مع هذه الشركات ثم تبدأ الشركات في زيارة القيمة المضافة في مصر تدريجية ثلاث شركات من الأربع بدأوا بالفعل الإنتاج والشركة الرابعة سامسونج في مجال تصميم المصنع بعد أن اتفقنا معها إن شاء الله يبدأ إنتاجه في العام القادم مركز محوطب لتصميم الإلكتروني الحياة واحد من أربع مباني في غاية الأهمية قمناها في المرحلة الأولى من مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة مدينة المعرفة هي منطقة تكنولوجية تضم مركز لعم الإبتكار في مجال الإلكترونيات تضم معهدي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقدم برامج تدريبية في كافة روافد الصناعة تضم أيضا المركز الرئيسي لجامعة مصر المعلوماتية وتضم مركز للبحث والإبتكار في مجال التكنولوجيات المساعدة التي تساعد أهلنا من ذوي القدرات الخاصة على مجابة التحديات المفروضة عليها الحمد لله المرحلة الأولى اكتملت بالكامل ومنتظرين تشريف سيادتك لكي تفتتحها في أقرى فرصة بإذن الله نعمل الآن على المرحلة الثانية فيها ست مباني للكليات الأربعة التي تضمها جامعة مصر المعلوماتية أيضا بدأنا في اتفاقات مع مجموعة من الشركات العالمية لكي تبدأ في إنشاء مراكز رئيسية لها في العاصمة الإدرية الجديدة في مدينة المعرفة لكي تمسي مدينة المعرفة هي مقصد شركات الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات في العاصمة الإدرية الجديدة اختتم فنم بمؤشرات رقمية ربما تعكس تطور العمل في القطاع الحمد لله نسبة مساهمة القطاع في النادج المحلي الإجمالي نمت من 3.2% في عام 2014 إلى 5% في العام المالي 22-23 الصدرات الرقمية نمت من 1.5 مليار دولار في عام 2014 إلى 4.9 مليار دولار في عام 2022 إن شاء الله نستهدف الوصول إلى 10.5 مليار دولار كما قلت 9 مليار دولار من التعهيد والباقي من باقي أنشطة القطاع لكي نصل إلى 10.5 مليار دولار بحلول عام 2026 الحمد لله طوال السنوات الماضية قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات هو أعلى قطاعات الدولة نموا بنسبة نموه تتراوح ما بين 16 و 17% في عام 2018 صنف البنك الدولي مصر في الفئة جيم في جهازية الحكومة للتحول الرقمي في عام 2020 صنف البنك الدولي مصر في الفئة به ثم في عام 2022 صنفت مصر في الفئة ألف أعلى هذه الفئات دوماً بإذن الله تظل مصر في الصدارة والمقدمة شكراً لفضل